عندما نفتح نوافذ بيننا وبين الناس فأننا نبغي من خلالها أن تصل هموم ومعاناة الناس التي صارت تطاول الجبال بأننا ننقلها إلى السادة المسؤولين والسادة المسؤولين الكرام ملزمين هنا بتأدية واجباتهم التي أوكلت إليهم وهي خدمة المواطن المسؤول مو منظر المسؤول مو كشخة المسؤول مو حماية المسؤول مو موقع المسؤول تعني المسؤولية والمسؤولية تعني الشرف فلما نخابر فلان ونخابر فلان وينطينا موعد فلان وفلان ما يجاوب على التليفون ونبعث لسعادته ولسيادته رسائل هنجاوبونه ولما يمرطون موعدوا ما يجاوبونه ليش أنا الآن أتحدث على الهواء والأخوة والسادة المسؤولين الآن يسمعون من واجباتكم الأساسية أن تؤدوا هذه المهمة أمام الناس وأمام الإعلام نقول لك سين هذا مشكلته وصاد هذا مشكلته يعني أنا اليوم المفروض أن يكون عندي موعد مع السيد محافظ بغداد والولد بالعلاقات اتصلوا بالسيد المحافظ وأنه يكون موعدة اليوم الساعة بثمانية والبارحة السيد المحافظ قال أنا عندي اجتماع واليوم أيضا قال عندي اجتماع أيضا أنا أطلبك سيادة المحافظ أيضا باجتماع باجتماع مع الناس أن نعرض عليك همومة ونعرض عليهم مشاكل الناس وحتى تقولون من الناس يا به هذا الذي حصل وذاك الذي سيحصل وهذا الذي نستطيع أن نقدمه هنا نعتذر وهنا سنقدم ما ربنا شيء أكثر من هذا بعدين أيضا الأخ عدنان العربي المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي هاي المرة الثالثة واليوم أنا داق عليك لما انمليت ليش باتردون على التليفونات وذاك اليوم أنا أيضا توعدت وياك أنا تكون ويانا وما راح نكلفك ببيتك وشايك يمك وقهوتك يمك وتتكرم بالرد علينا ليش يتي ليش هذا التعامل أخوان هذه ما مقبولة اليوم أكو طلبة اليوم أكو حمل الشهادات اليوم أكو مشاكل اليوم أكو ناس ما مخذروا أتب اليوم أكو ناس محصورة وانتوا ببيوتكم ببيوتكم تودون على التليفونات بالت العالم ومشاكل العالم السيدة أحمد السادي أنا هاي أربع مرات ولو ظهروا إياي مشكورا أيضا أربع مرات أوجه لك الدعوة حتى تطلع ترد على مناشدات الناس ومشاكل الناس أخوان خلونا نتفاعل خلونا نخلق لنا منطقة مشتركة بالتفاهم معكم عندنا شعب تعبان عندنا شعب متدمر عندنا شعب عند تراكمات من المشاكل ما لا تعد ولا تحصى ولا تقبل وأخطاء لديكم لا تخفر ولا تختفر ما قلنا لكم شيء قلنا لكم تردون على مشاكل الناس ومشاكل الناس من مسؤوليتكم أن تردوا عليها بل واجباتكم بل كلفتم بالرد على مشاكل الناس ليش النهار كله أنا لازم تليفوناتي وأخابر وأحشي وأتوسل بسين وأتوسل بصاد ما معقولة ما معقولة هذا الذي يحصل نتوسل بالمسؤول حتى يرد نتوسل بالمسؤول حتى يتابع مسؤوليته أنا شي أقول للناس أنا ملزم أرد على الناس على الفيس وعلى واتساب وعلى الماسنجر وعلى الإيمو وعلى التليجرام ملزم أجيب قضايا الناس الآن الأخوان بالعلاقات ترجعون الدقون على السيد عدلان العربي قلنا من واجبك بل من مسؤوليتك الأخلاقية والمهنية أنا ترد لأن أنت بنتحدث رسمي في وزارة التعليم العالي مو ترف مو بطر اللي يقدر يمارس المسؤولية يمارسها يمارسها باحترام ويقف صاغرا في تلبية مشاكل الناس والاستماع عليها من الوزير إلى الغفير بالمؤسسات ما نقعد نركض السلبيكم اللي ما يقدر المسؤولية تكتر ويجي واحد غيره شنو من الصبح لي جاي أدق على مسؤول ما يجاوب ومن تسأله باجتماع 17 سنة أنتو تجتمعون شنو اللي سواتو 17 سنة بالاجتماعات شنو اللي حققتوه من هاي اجتماعاتكم شنو اللي أخذناه بدينا كل مسئلة والله سعادته بالاجتماع سيادته بال هاي شنو اللي استوان هاي شنو اللي شنو الحشي هذا ليش أنا جايبك شنو عزبك بنيتك لب لو ما تديك سفرة لو ما أخذك بشية لو ما أخذك خطابة أنا ما أخذك بمسؤولياتك بواجباتك للناس موترف افتحوا تليفوناتكم وردوا على مشاكل الناس ومسؤوليتكم أن تردون على مشاكل الناس مو أنا يتوسل وبالعلاقات يتوسل وبالكونترول يتوسل والدنيا تتوسل وحضراتكم ما تردون ما تجاوبون حتى لو ما عندك إجابات كون شجاع بمواجهة مشاكل الناس وهذا السبب في الطبقات السياسية التي أنتم تنتبون إليها وسوتكم مسؤولين هذا السبب في عملية عدم الاكتراث والاهتمام بمشاكل الناس رحل خليه عوفه لا تجاوبه أطلع وطلع لكم معاملات أربع سنين وخمس سنين وسبع سنين وست سنين وتسمعوها والناس تسمعها على الهواء ليش؟ لأنه ماكو احترام للمواطن والدولة التي لا تحترم المواطن هي دولة غير محترمة هي والتي فيها كل نحن نفهم هذا بكل العالم وحتى في الأنظمة القديمة والعراق منبع الحضارات لما بدأ يؤسس المجتمعات وبدأت تظهر مفاهيم الحكومة افتهمنا وقرأنا ودرشنا وعلمونا المسؤول في خدمة المواطن أما المواطن اليوم صاير في خدمة المسؤول ولا كل المفاهيم انقلبت في زمنكم ولا كل القيم انقلبت في زمنكم والله بذلتول هذا الشعب والله دمرتول هذا الشعب والتالي تستكثرون عليه أن تظهروا عبر وسائل الإعلام دي اش؟ تخاف تطلع حسن ما يصير الظهر خابرك بالاجتماع العصر خابرك بالاجتماع بالليلة خابرك بالاجتماع وراء الغدى خابرك بالاجتماع ويا الريوق بالاجتماع يجينا ما تقل له هاي اجتماعات كنوا مسخوا مش طلعات مني تشاهد كذا هكذا لو كل الاجتماع اللي طلعنا بقرارين صارك من 17 سنة وانتو يوميا النهار النهار والليال 24 ساعة انتو بتجتمعون 48 ساعة ترجمة نانسي قنقر